السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا ثامن وصلنا للدرس الثالث المسائلة في مادة التربية الوطنية من الوحدة الخامسة النزاهة ومكافحة الفساد المسائلة يعني انه انت لا قدر الله جبت علامة متدنية في المدرسة في امتحان معين فيبدأ الوالدين بسؤالك لماذا يا مثلا يا تامت لماذا جبت علامة متدنية او منخفضة لماذا يا جاد لم تستيقظ باكرا للذهاب الى المدرسة مبكرا وحضور الطابور الصباحي او لماذا يا معتز لم تحل واجبك البيتي حتى لا يعاقبك المعلم او المعلمة في المدرسة هذه الامور بنعتبرها ماذا او تسمى مسائلين انت مسائل او تسأل عن الامور التي قمت بالتقصير عنها هذا الامر يحصل لما يكون عنا واضح العمل التي يجب القيام به فالطالب يعلم انه عمله حاليا في الوقت الحالي ان يدرس ويتابق ويحضر حصص ويحل واجباته ويدرس اول باول حتى لا تتراكم المادة الدراسية عليه ويصبح صعب عليه الدراسة فعند ذلك يبدأ الاهل بسؤال ابنائهم عن سبب التقصير في دراستهم اذا حصل طالب في الصف الثامن على علامة متدنية في الاختبار وعندما علم والده بعلامته استفسر عن سبب تقصيره سؤال الاول هل يمكن مساءلة الطالب او عفوا هل يمكن مساءلة الطالب عن ادائه نعم ما الغاية من سؤال الطالب في هذه الحالة لمعرفة سبب حصوله على علامة متدنية كيف يمكن ان يعمل الطالب على تطوير ادائه في المدرسة عن طريق الاجتهاد والدراسة الآن المساءلة تمنح الوالدين الحق في الاستفسار عن تصرفات ابنائهم ويعطي الحق ايضا لابنائهم انهم يشرحوا وجهة نظرهم حول الاعمال التي قاموا فيها يعني يجب ان يستمع ايضا الاباء الى ابنائهم عن سبب تقصيرهم مثلا في عمل معين اذا هذا الامر يحصل او هذه المفهوم او المفهوم المساءلة تحدث عندما يكون واضح لدينا اهداف العمل وايضا يكون واضح للطالب انه العمل المتطلب منه حاليا هو الدراسة والاجتهاد وايضا لما يكون عنا واضح ايضا مسئوليات الرئيس والملؤوسين من الرئيس والملؤوسين اللي هو المدير المشرفين في المدرسة المعلمين والمعلمات هدولهم لما يكون واضح مسئولياتهم بالتالي تكتمل مبدأ او يكون واضح انه مبدأ المساءلة راح تكون ما هي المواضيع التي يتم السؤال عنها والمساءلة عليها اذا ما هي الحقوق التي تمنحها المساءلة واحد الاستفسار عن تصرفات الاخرين اتنين شرح وجهة نظرهم حول سلوكاتهم وتصرفاتهم المتعلقة بآدائهم الآن يتطلب مبدأ المساءلة ان يوجد وضوح في ماذا اهداف العمل واحد اتنين مهام القائمين على العمل تلات مسئوليات الرئيس والمرؤوسين في أن أسئل صفحة 43 السؤال الأول يا ثامن استنتج مفهوم مما سبق استنتج مفهوما للمساءلة وناقشه مع زمنائك اكتبوا لمفهوم المساءلة هي الاستفسار عن تصرفات الآخرين ومناقشتهم في النتائج التي يكون مسؤولين عنها في مدة زمنية محددة الاستفسار عن تصرفات الآخرين ومناقشتهم في النتائج التي يكون مسؤولين عنها في مدة زمنية محددة سؤال الثاني برأيك ما أهمية وجود المساءلة في العمل ما أهمية وجود المساءلة في العمل اكتبوا الجواب يامس من أجل من أجل إنجاز العمل على أكمل وجه من أجل إنجاز العمل على أكمل وجه هل تعرضت للمساءلة في بيتك أو مدرستك اذكر بعض الأنثلة على ذلك هاي أنت اكتبها يا ثامن الآن ناقش ما يأتي موظف يصل يوميا إلى الدوام متأخرا ولكنه يقضي وقتا طويلا على شبكة الإنترنت لذلك يصل متأخر إلى المدرسة إنه يقضي وقت طويل على الإنترنت في الليل فأكيد رح تقوم المؤسسة اللي هو بيشتغل فيها بمساءلته الآن ما هي أنواع المساءلة المساءلة بتكون مساءلة الفرد نفسه أنه أنت تحاسب نفسك على ما قمت به يعني مساءلة الضمير للإنسان ضميرك الحي إذا كان عند الإنسان ضمير يعني فيه ناس للأسف ما عندهم ضمير ولا مبدأ ولا ذمة يعني بيشتغلوا بدون إخلاص بدون تعب بدون يأخذوا رواتب بدون عمل أيضا المساءلة الصادرة عن الأسرة اللي هي العائلة الأفراد يعني مساءلة أسرتك إليك يعني تكون تعمل بمؤسسة والدك يعمل بمؤسسة وقصر في عمل معين فتقوم بالتالي بتقوم المؤسسة بمساءلته لماذا قصر في هذا العمل أيضا المساءلة العامة من الدولة تجاه أفرادها يعني مساءلة الدولة لأفرادها إذا قاموا بعمل يهدد أمن الدولة إذا قاموا بعمل يهدد أمن الدولة ويؤدي إلى الفوضى فيها أيضا المسائلة من الجهات الرقابية حسب القوانين الجهات الرقابية يعني زي مجلس النواب ويراقب أعمال مجلس الوزراء واضح من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة إذن ما هي أنواع المسائلة أولا المسائلة المتعلقة بالفرد نفسه مسائلة